تصدر الاقتصاد المصري محور اهتمام مؤسستي صندوق النقد والبنك الدوليين بمنطقة الشرق الأوسط لتعكس فعالية ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المنفذ خلال الفترة من 2016-2019 بجانب قدرة المشروعات القومية على تعزيز تماسك الاقتصاد المصري رغم جائحة كورونا العالمية وذلك في الوقت الذي تشهد فيه معظم اقتصاديات المنطقة كماشاً ملحوظاً مجموعة البنك الدولي في تقريرها الذي تناول المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظت على توقعتها للاقتصاد المصري بتحقيق معدلات نمو إيجابية في إشارة على نجاح مصر في امتصاص تدعيات الوباء العالمي بفضل الإجراءات المتخذة على مدار السنوات الماضية ما عزز قدرة مصر على التعافي والموضي قدماً نحو تنفيذ أجندة التنمية الوطنية البنك الدولي توقع أن يحقق الاقتصاد المصري انتعاشاً بنسبة خمسة وثمانية من عشرة في المئة خلال العام المالي الفين واثنين وعشرين الفين وثلاثة وعشرين مع تعافيه من آثار جائحة كورونا على أن يحقق نمواً بنسبة ثلاثة ونصف بالمئة خلال العام المالي الجاري وذلك بفضل الخطة الطارئة التي أعلنتها مصر لمواجهة جائحة كورونا والتي شملت تخصيص مئة مليار جنيه تمثل واحداً وسبعة من عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي صندوق النقد الدولي في وصفه للاقتصاد المصري خلال عرضه لتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكد أن البرنامج الإصلاحي الذي وضعته مصر خلال الفترة السابقة ساهم بشكل كبير في دعم مؤشرات الاقتصاد والتوقع بارتفاع معدلات النمو لمستوى ثلاثة ونصف بالمئة على أن يسجل خمسة وستة من عشرة في المئة خلال عام الفين وخمسة وعشرين بجانب تراجع معدلات التضخم لرقم أحادي وتحقيق فائد أولي بالموازنة العامة للدولة رغم جائحة كورونا التقارير التي طلقتها مصر من قبل صندوق النقد الدولي أشادت بدور الدولة في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل شرائح جديدة وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم بدرجة كبيرة في تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري رغم فيروس كورونا ترجمة نانسي قنقر